طيب أول حاجة ماتش بكرة وتمرنت الأهلي الأخيرة والأساسية قبل موجة المقاولين بكرة وزي ما قلت لكم يمكن في بداية الحلقة الأهلي يعني تمرنت النهاردة بدأت يمكن دقايق قبل ما نطلع ونقابل حضراتكم في السادسة خلينا نروح لنادي الأهلي في الجزيرة ونروح لزمالنا محمد توفيق اللي تابع طبعا الميران من بداية ويدينا تفاصيل أكتر ويطمننا على اللمسات الأخيرة من ميستر كولر استعدادا لموجة المقاولون العرب نروح لمحمد محمد مساء الخير مساء الخير للزميل عزيزا أحمد تحاتي لك والكل مشاهدة متابعة قناة ندي الأهلي في كل مكان يعني طب من كده بداية منك على برنامج الأهلي النهاردة تم الميران الأساسي والأخير قبل العودة لاستقناف نشاط مرة تانية بكرة إن شاء الله في مواجهة المقاولين في كاس مصر بإذن الله زميل عزيزا أحمد يمكن الأعداد طبعا كان آخر الأعداد كان انتهى يوم الأربعاء الماضي والفريق حصل على راحة طبقا للبرنامج اللي وضعه للمدير الفني الفريق مستر مارس الكولر فريق عاود التدريبات مرة أخرى بالأمس كان تدريب قوي جدا كان تمرين صباحي تدى بالتدريبات في الجيم وتدريب قوي جدا لحراس المرمى في الملعب ومن بعدها جميع اللعبين نزلوا للملعب كان تدريب قوي جدا شاهد الحمد لله عودة حمد فتح محمد عبد المنقم للتدريب بشكل كامل مع الفريق بعد ما خادوا تدريبات تدريجية للدخول بشكل كامل ومنتظم في التدريبات الجماعية تدريب اليوم برضو كان نفس الأمر ممكن التدريب ابتدى في الرابع والنصف ولكن ابتدى داخل الجيم الخاص بلعاب فريق القرى بالنادي الأهلي ومن بعدها انتقل اللعبين لملعب التدريبات الرئيس هنا في ملعب مختار التتش بالجزيرة في تمام الخامسة والنصف تدريب ابتدى بتدريبات بدنية قوية ومن بعدها بعض التدريبات بالكرة حالا دلوقتي أنا معاك يا أحمد يمكن بتجرى تقسيم ما بين اللعبين في الملعب دي آخر طبعا الاعدادات الفنية والاعداد لمباراة الغد بإذن الله أمام نادي المقاولون العرب في مباراة دور الثمانية لكأس مصر 2021-2022 زي ما قلت لك برنامج الأعداد كان قوي جدا على مدار الأسبوع اللي فات مفيش بس صغير الخميس أجازة ومن بعده الجمعة والسبت النهاردة التدريب الأساسي والأخير السعداء لمباراة الغد بإذن الله يعني زي ما نقول لك دقائق قليلة بإذن الله وهينتهي التمرين ومن بعدها هيعلن الجهاز الفني بكيادة ميستر مرسل كولر المدير الفني للفريق قائمة من 22 لعب للدخول في معسكر مغلق الليلة في أحد فنادق القاهرة القريبة من ملعب الأهل والسلام اللي أحتضر مباراة بإذن الله غدا في الخمسة مساء كمان يمكن برنامج الفريق بإذن الله غدا يبقى إن شاء الله الفطار فيه التاسعة والغداء فيه تمام السنة الواحدة والنصف ظهرا ومن بعدها إن شاء الله المحاضرة الفنية والتحرك مباشرة في تمام الثالثة عصرا لملعب الأهل والسلام اللي أحتضر المباراة بإذن الله يكون كل التوفيق مع النادي الأهلي وعودة قوية جدا النادي الأهلي لكل جماهير واحنا كمان يا أحمد متشوقين جدا ان احنا نشوفه بكرة بإذن الله ويكون الفوز بإذن الله حليف النادي الأهلي والتأهل لدول الأربعة بإذن الله ويعني زي ما يقول الاقتراب بشكل كبير جدا من بطولة غالية على كل جميع النادي الأهلي ويبطولة كاس مصر كل منك يا أحمد فضل أطمن منك يا محمد على بداية طبعا طمن على متولي يعني طبعا إصابته وصلت لغاية فين شارك في جزء بالتأهيل ولا مشاركش خالص واكتفى بالبرنامج التأهيلي عايزة أسمع منك كمان مشاركة عمار لأنه نعرف أنه عمار على مدار الأسبوع اللي فات كان بيشارك في التمرين عن مدى جهازيته هل ممكن يكون موجود في مطش بكرة ولا لا بالتفصيل كده عن كل زي ما نقول اللي صواء المصابين أولى عائدين من الإصابة يا أحمد يعني زي ما بطمنتك في البداية منذ الأمس حمد فاتح محمد عبد المنعم بيشاركوا فيه التدريبات بشكل كامل وده طبعا بعد زي ما قلنا خدوا بعض الأجزاء يعني التأهيلية والتدرجية دخلوا خلاص مع الفرقة بشكل كامل وبقوا تحت عمر الجهاز الفني في المشاركة والانضمام سواء كاملة مباراة بكرة أو فيما هو قادم من مباريات محمود متولي يمكن طبعا في اللقطات اللي وصلتك بيكتفى بالجارية حوالين الملعب عمار حمد يمكن موجود زي ما أنت قلت طوال الأسبوع الماضي موجود مع الفريق وكمان النهاردة موجود مع الفريق ولكن طبعا ما بيشاركش في كل الفقرات الموجودة في تدريب الفريق طبعا فيه برنامج موضوع من قبل الجهاز الطبي بخير الدكتور أحمد أبعاب لرئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي للدخول يعني تدريجيا فيه التدريبات وبإذن الله قريبا جدا يكون تحت أمر الجهاز الفني والطبي ويكون موجود بإذن الله فيه ما هو قادم من الصحقات مع الفريق ويدعم الفريق كأحد اللاعبين الشباب المهمين جدا في قامة النادي الأهلي باستثناء كده كل اللاعبين في حالة فنية وبدانية أقصى من رائعة انقصنا فقط توفيق ربنا وبإذن الله تكون بكرة عوضة قوية جدا للنادي الأهلي زي البداية القوية محليا فيه الدولة تكون كمان بداية قوية جدا فيه بطولة كاس مصر والاقتراب خطوة كبيرة جدا لوصوله دولار باع بإذن الله باستثناء غياب متولي وعلي معلول طبعا بيشارك مع منتخب تونس في كاس العالم هل فيه أسماء تانية من مطاقع ناد غيبة عن قائمة الأهلي بكرة توفيق لا هو كل اللاعبين تحت أمر الجهاز الفن طبعا زي ما انت قلت تعلي معلول لمشاركته مع منتخب تونس الشقيق في نهايات كاس العالم بكاتر وكمان زي ما قلت محمود متولي برضو بيقدم برنامجه العلاجي كمان أيمن أشرف اللي النادي الأهلي لم يبخل عليه تماما وبيقدم برنامجه التأهيل والعلاجي بالخارج باستثناء سلاسة لعبين باقي الفريق بالكامل تحت أمر الجهاز الفني اللي هيشوفه قادر فنيا وبدنيا ومن وجهة نظر الجهاز الفني هيكون موجود بإذن الله في قائمة بكرة وانتمنى إن شاء الله أي 22 لعب يدخلوا قائمة المباراة وبكرة يكونوا بإذن الله في مستواهم وتوفير ربنا معهم إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة تمتع كل جمهوري النادي الأهلي وكمان يحققوا الفوز وزي ما أردت لك يا عرب خطوة كبيرة جدا من بطولة مهمة وهي بطولة كاس مصر بإذن الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد وفيق من داخل النادي الأهلي دي أخبار تمرينة الأهلي النهاردة بكرة هنفصل الساعة خمسة تحديدا من كاس العالم ونتابع الأهلي والمقولين إن شاء الله في بطولة كاس مصر نتمنى إن شاء الله الفريق طبعا يعني استرداد البطولة واحد من الأهداف دي ما فيه شك فيه البطولة اللي غابت عن دولاب بطولات النادي الأهلي السنة اللي فاتت لكن الأهم كمان إن احنا نتطمن على شكل الفريق وعلى حالته اللي بدأ بيها الموسم مع مستر كولر وبالتالي رهان كبير جدا على مباراة بكرة إن شاء الله الأهلي فيها يقدم عرض قوي ويحقق الفوز ويستمر في المنافسة على اللقب